بناء على منشور رئيس الحكومة رقمي 12 على 2023 بتاريخ 15 شتنبر 2023 بخصوص المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية سيتم تفعيل إجراء الاقتطاع من الأجور بناء على استمارة بمثابة ترخيص مخصصة لهذا الغرض يتم توقيعها من طرف الموظف أو العون أو المستخدم على النحو التالي 1- بالنسبة للموظفين والأعوان الذين تتولى مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة للمملكة أداء أجورهم ستباشر اقتطاعات هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور من طرف المديرية المذكورة 2- فيما يتعلق بموظف وأعوان الجماعات الترابية وبمبادرة من رؤساء هذه الجماعات أو لآمرين بالصرف بها سيتكلف القباض التابعون للخزينة العامة للمملكة بالقيام بعملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور 3- فيما يخص مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية ستتولى المصالح المكلفة بأداء الأجور في هذه الهيئات عملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور وستحول هذه المساهمات إلى الحساب رقم 126 المفتوح لهذا الغرض بجميع فروع بنك المغرب